موسيقى تشتغل ايه؟ تنخدم يعني؟ اه حاجة كده في حد قريب لا انت هنا في المنتزة من فيش الكلام ده انت لازم تطلع برا منتزة اصلا تطلع بقى هناك فيه مكتب حاجة وصباحة ان صباح من دي يعني خدماتي طب وصمعتها ايه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا ومتحب البنات المتدينة طب ينفع راحلها دلوقتي؟ لا ده النهاردة الجمعة انت ترحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ المهار السود؟ حابات فين انا؟ انت لازم تطلع برا المنتزة وتدور على مكان تتاوي فيه لان المنتزة مفيهاش بيات اصلا طب وعنوانها ايه الست دي؟ تشرب الشاي وانا ادلك على عمارة شكري اشتركوا في القناة 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 الحمدلله على كل حال انا حج لو تسمحيلي يعني اقوم اتوضى و اصند الده وبعدين امشي تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ بروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لقيه بقى لي يوم ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب طب اقولك ايه؟ قوم انت اتوجي و صلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه؟ اعملي حسابك مش هتمشي منها يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معنا وبعدين بقى هبقى اقولك هتشتغلي قبل الزبط يلهي اسطلك ما يفضحي امين يلهي جازكي بايا بكل خير امين ايه يا رب اصلك علي مني على اللع العظيم يا حبيبش انا ما عملتش حاجه انت هتركبيني كده زنوب طب اصلي فين يا حج؟ بص يا حبيبتي اخر الطرقة كده في حمال اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده القضا اللي تصلي فيها حاطر عن اذنك يا حج فضال يا حبيب ربنا يخلك يا رب ربنا يساعدك يا رب ربنا يبايد عنك عدوينك لا لا قوة إلا بالله يا زينب زينب يا حبيب أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيب وهقفل عليك من بره زي ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معايا يا حبيب يا حبيبتي يا ربنا معاك بقولك تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار حاضر بأمان الله يا حبيب اللي خديك يا حبيبتي السلام عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم يا راشد يا جني بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني يبقى عاية تستيلي فلوسك عامل إيه بس يا عامل قامت الدنيا معكوكا معاه على أخه والله عن ناس كلها يا ابني بس أنا تجوزت تجوزت إخش عليك يا ناد أنا معرفش وأوله مش مقامة أبوك والله العظيم ترى بتاكده جايت عداية وفي السريع ما انت عارف الجواز كله اتزامات من غير ما تحكي كتير انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فنوس خدي يا عم هادي مية وخمسين جنيه هوم عشان لما تقصدنا في حاجة ما ينفعش اقولك لا مية وخمسين جنيه مرة واحدة على عموم تشكر ما قلت ليش الجوازة دي حصلت امتى وفين لا دي حكاية طويل احكاها لك من مرة الجاية مية وخمسين جنيه مرة واحدة عليكم السلام طب الحمد انت لسه عايشة مالك طب اخرجي بوصيلي كده لي تعالي اخرجي ما تخافيش اخرجي ما تخافيش فيش حد غيري انا طب اخرجي ما تخافيش انا انا مالك 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 انا مالك انا مالك انا ضلالك زينب. ما انت اسمك ايه? انت لازم تستحملي معي. لازم تستحملي. احنا كده شكلنا مناش غير بعض. الموسيقى يا دور الدنيا مخبيا لاي. أنا أحتاج أسفل لتأتي معي شرم الشيخ و بعد ذلك أتي معي كايرو حسنًا؟ 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 أسألني أسأل أمي صباح لأنها هي المنجر هنا تقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة هي بتتكلم إيها؟ مين؟ هي بتتكلم إيها؟ تتكلم إنجليزي إنجليزي وأنت بتعرف إنجليزي؟ الحق يا أخويا طيب، شوفي بقى سيبيني يومين يومين، ها؟ وكلميني بعدها أكون أنا شفت بنتي لهلوبة تتكلم إيها؟ تتكلم إيها؟ أه... تتكلم إيها؟ أه... تتكلم إيها؟ أه... تتكلم إيها؟ يا زينب تتكلم إنجليزي يا بات؟ طب عرفتيه إزاي وإمتى وليه؟ أه... 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 أتكلم إيها؟ أبقى حكيني القصة كده؟ هستأذنك أنا بقى خمس دقيقة أروح أصلي العصر وارجعني طيب يا أخت يروح يا حبيب أه... أنا كنت لقيتك دي على الأرض مبارحة وأنا بوضب المكتب من تيني؟ عن إذنكم فضالي أه... 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 ربنا يكرمك يا حق الله يخليك أه... 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 يا زينب أvemنتي يعني بسم الله ما شاء الله أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي الأمر ومتدينة أنا انت ما اتخطبتيش قبل كده أه... هايحصل إمتا وفين يا حق أحنا ناس على قدنا ولا لنا أصحاب ولا لنا قرائب وبعدين فالأول وفي الآخر ده ناصيب عندك حق يا بنتي، عندك حق يا راكل اللي انت قلت هو الأداء كسفت البيت أنا كسفتها ولا حاجة نفاش أي حاجة أنا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليه غرض منك ماشي يا بو غرض، ماشي بس بقولك على حاجة أنا حبيتها قوي واني كمان عشان متدينة بتعرف ربنا حاجة بعرفته صح ربنا يبارك فيها أمزلها يا رب وفينا يا رب كمان إن شاء الله هزيدي طلعت عين الراجل فانا بنائل بتنجرسه غالماً كده أصلي الواحدة على البقى على دور إيه يا بنت الخاتمة الرجال اللي انت لبسة ده تجميل أو شكل وحش أوي على إيدك ده بتاع أبوي الله يرحمه أصلاً حبيتها فتكره ولبسهله على طول هفض اللابسه لغاية ما نموت لا إله إلا الله يا بنت معلش أنا ما كنتش أعرف بس يظهر أبوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه حقوق أنا بقى أسلق الفراخ على ما انت تخلصي حش والمحش نبي حكى خلينا أنا نلقبخ النهاردة أنا أكل حلوة يعجبك ده أنا شاطر أنا عارفة إنك شاطر وصراحة أنا بتلقك أنا كمان مالش نفسي عمل حاجة النهاردة وانت بقى عايزة دوق أكلك بقى وطعامته بصلاً انت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايماً يا رب يا رب أنا بطلع فرختين جوه أصلاً محروسة خلحج صلاح حيجي يتغدى معنا النهاردة شكله طيب قوي والله انتوا عيلة كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظ قليل قوي عارفة مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش أي ست يا عيني اللي كانت عيانة لا يا أختي نامت ما صحيتش الصبح سابع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حدا بيعنين وكان راضي بالله أسم وربنا لا حاوله ولا قوته إلا بالله لا يرحمه على فاين يا سلام لا لا يا حبيبتي ده كده تنام قوي ما بتسلم إيديك سمي بقى واعودي كل يولا كتال خيرك يا حبيب لا Kelly مarius بنت قولا تأكلي ما تكسفهمش ولا انت مكسوفهاك مني اعودي كله علشان يبقايشهم مالحين من شوف بقى عمايل زينب هو أم الآن تسلم إيدكي يا زينب بصطب جد أنت عمرك نقلتى على أكل حد حلو قوي مش معلق دلوقتي هاجون نحف كل حاكم بقولك ياителей يبقى فكرين كنت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملاد مدل اللي ضعوا منك اه انا انا اسمي زينب احمد محمد احمد حساد حل و والدتك اه نعمة سيد خليفة كويس قوي يبقى اختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسى الواحدة عقل مش دفتر والله حاضر يا حاج حاضر متاكل متاكل يا محروس متاكل يا زين انسك يا محروس استمردك حمد يلا يعني اي حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزلة بطاقة لا حوله ولا قواته الا من ليه انا بقالي شهر على الحال ده يا دي الكسوفة ودي وشك منك وفين ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا ده انت مريتش علي البيت بدل بنتي صباح اوه فيش حاجة يا بنتي بس وفيه مشكلة زيارة كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سهاج كده على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتلي ان البطاقة الشخصية بتاعتي كل دوعت منك كانت طالع من اسم عين شمس طيب اقول لك على حاجة صباح اقول يا انا طيب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص لاسمك وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك سقط قيد هو كده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاج ايه الضررات تباح المحظرات حاجة وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت نهيس وانت ضمناها وزي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طب هتسيبها كده بلا هوية خلاص بقى يا زينب مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا تنى السمك قبل ما يتنقد حاضر يا حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر ساحب برافق عليك يا اختفال حاجة وليه ما انا وصلها من كده كده نازل حلوة قوي ده جاتلك توصيل على الجاهز خلي بالك من نفسك ونقل السمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن السلام عليكم حاجة عليكم السلام عليكم هارجع لك انا تانى اكلمة جرد ماشي مستمنيك خكرين حسيني انت اعمل ايه؟ والله العظيم ما يحصل عليك ماشي والله عظيم بس انا خايفة للحاجة تزعم من ايه؟ عشان ماشتريناش السمك ملحلعة زي ما هي قال يا ستي مخفينش الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازة وانت من اقيا كم سمك احليوها ولسه لما اتدقوا عمال ايدي يا ستي تسلم ايدك من ابي اسكندرية حلوة قوي اسكندرية طبعا عروسة استاذ محروس هنا ينفع اطلب منك طلب انت تؤمرك هو المرسى بالعباس قريب من هنا مرسى؟ هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفس اروح اتزوره وانفتحه ينفع؟ ينفع طبعا بجد؟ اه طبعا انت بتحبي بقى تزوري القولية وكده؟ مرسى بالعباس هو ده بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ما شاء الله انا هنزل اصلي بقى يبدي ايه معاك بقى؟ ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استرناكي انا ماشا ما تؤخريش يا زينة حاضر بسم الله انا شغلية نلف في الشوارع ونقابل الناس يعني بنعرف في بي نعدمون وزينا بدي روحة طيبة عم والله يا ابويا انا شايف اللي انت شايفه بالظهر بس اقول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر افكر عشان يحصل يا صلى الله البيت مقطوع من الشجرة او قاعدة معاه ايه اللي هيتغايد؟ طب هنسأل مين طيب عشان اعرف انا حاجة وبعدين بني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلب مال لوحدة بعد ما الفترة الله يا رحمه بصي صباح انتكلم الحاجة مصوحة خليها تسألها اذا كانت توافقت تتجوزني انا احنا يا بي انا احنا يا بي اشتكلي في الخير ان شاء باركنا يا بي احنمت ی acet لا دا انا لسة كنت هصلي طيب انا عاوزاك بكلمتي اعاطي صلي على النبي علي الصوت والسلام محروس أخو الحج صلاح عايز يتجوزك إيه رأيك إلا إله إلا الله أنا بقالي عندكو بس ثلاث أسابيع ومعرفش محروس وبعدين ده مبصليش يومي وصلني سوق السمك طلبت منه أزور المرسى أبو العباس وأم وداني وفضل وقفة على باب الجامعة وأنا كنت مستنية يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاة الظهر طب بقى أنت مش بتستقيني محروس ده مفيش أطيب منه لو لافت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب ده اللي عمله مع أمراضه والله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله ده كان شايله على رأسه شايل غير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا ده رايب منه قوي بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده تسأل يا حبيبتي هو أنا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا إله إلا الله ليه بتقولي كده جوزك من محروس حاجة وحبي ورعايته ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس أو ما تجوزتهوش أنت بنتي هتفضل عيني عليك مراعياتي برضو بتحبك بنا يخليك إليه يا حاجة بسم الله عليك يا حبيبتي لا إله إلا الله ليه يا حبيبتي كده ده أنت زي صباح ده أنت بنتي ربنا يخليك إليه يا حاجة حبيبتي كده تعمل تسابق خمسينجين عمور يا فاني لا هو فيش دكتورة ستة هنا لا فيه ماشي يا استنعي تعالي يا دكتورة منارة السلام عليك السلام عليك هو أنت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت أنا عرفت اللي بيتباع عندكم يعني حاجة كده مستورده إيه هو دواء؟ لا هو مش دواء مال إيه؟ أصلاً هتجوز الألف مبروك الله يبارك فيك فهمتي؟ لا أنا أصلاً فهمتش أمش تقولي عندي الهندي بـ 480 وعندي تايلاندي بـ 800 وفي حاجة سيني بـ 300 جنيه سيني سيني أصلاً 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 فضالي يا عروسة ايه ده مشيدي فينا تعالي الحبيب فشي بريدك الليين غور فيديك فضالي يا جماعة بسم الله ما شاء الله الف الف مبروك الاكل عندك اهو حيزك وتخلصوه كله ان شاء الله الف مبروك الف مبروك يا حبيبي يا حبيبي يا اخوي الف مبروك الف مبروك يا زينب جد عمي يا رب فهموا اللي بتشفاه تشد حيلك مبروك مبروك يا محيز ربنا يتمن بخير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نجملكوا في الافراح سيبوا ارسال لوحدهم يلا يلا نجملكوا في الافراح ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ايه ده تعالي هنا بنت ايه اللي مؤفة هنا يا هالا تعالي خد بنتك هاي تقول معهم شوية مفيه شوية ولا شويتين يلا بنتك يلا يلا بس خلصي لكله حاطر حبيبة صلاح كانش رضي يقفل نورتي بيتك عروسة ايه 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 رايك في الشقة حلوة والله انت اللي حلوة زي الامر انا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك انا كنت بحب مرات الله يرحمها اكتر من اي حاجة في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني لحد ما شفتك ساعت ان كنا في المكتب عارفة حسيت باحساس غريب كده جواي عارفة طلع ايه ايه ان قلبي حبك يا زينا صحيح انا يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس انا حس ان احنا نكون مبسوطين او مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس انا في حاجة لازم اقولك عليها يا محروس وينفعش اخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عني يا زينا اصلا انا اصلا انا مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا اه انا عايزك تصلي يا محروس اه يا سيت أصلي هايزان نصوم اتنين وخميس كمان عايزك تقام بي وصلي وراك عشان ربنا يكرم الجواز دي ان شاء الله هيكرم انت وش الخير بادي يا بيت تطمينيني عليك ليلتك عدت تمام يا بيت تتكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى اقولك ايه بس يا حاج ده انا منبرح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليك طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليك اه بس امانت الله يا حاج محروس ده طلع طيب ابن حلل او الا قوليلي هي مراته بقى لها قد ايه ميتة بقى لها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست بس بقولك ايه محروس جوزك ده ايده سايبة انا من ربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي الروح كان زمانه بنى عمارة اه ما هو باين الله اكبر علي ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبابتي على مهلك عليها شوية حاج انا مجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس هقولك جوة حلوة اول نهارده وبحر داي قولت اجيدي بقى شطة عايدة ده انضف شطة في سكندالية كلها اه بس انا اه هزاك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور بارد لا مفيش داسبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري معلش يا خون فين البتاع هنوعد هنا بقى هنوعد هنا بقى هنوعد هنا ولا هيتردونا ولا ايه اتردونا من ايه ناليا معارف هنا وحبايد كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا هنوعد اللي ايدك مخرومة وكي ممكن بدار التاكسين يبقى عندك عمارة زي ما ماما صباح قالتلي فان مخرومة بس ما زال فولة يا ستة هو احنا نيش مرتين هي مرة واحدة والحمد الله انا مسطورة معايا ومرزة لنعمة ولازم نتمتع بيها سيكم الكلام ماما صباح كل واحد عايش على طريق اللي تريحه شكلك كده على طول هتعمل في دماغك وتقولها علي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والاصلح اللي حياتنا يمشي برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو وانا مش عارف اقولك لأ على حاجة طيب انت بتضحك علي انا بتكلم بالجد والله طيب يا ستة خلاص انا مش هتطاقش معك في حاجات ايدي اللي انت عايزيها عليك حلو كده ربنا يفرح قلبك ويقدرني لنا ساعدك وعاني لك وانتي يا حكاية الخاتم اللي انت نابسة فيه تاني وانا قلت لك ده بتاع ابو وانا قررت ان انا عمري ما هقلوه من ايدي يا رحمه وكان نفسي شوفه وقالي هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصلم وبيفوتش فرد كان كلام حلو يدخل القلبي كده يطمنا كنتش بعمل من القعدة ما متهيلي كل الابواط اللي زين بقوا زي كنتش بعمل من القلبي كده هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دل اسمه جميل كنتش قلت ليني بوك اسمه احمد محمد هو ما نحكيلك هو كان له اسمي ناصلنا بويا كنا بمبننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة والارق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد اه كنتو بتدلعوه يعني طب ما نكامل ليه اسمي مجال بس ما اسمك ايه بقى غير محروس روسة بس الاصحاب القرهبين بس هم اللي بندهون بيه روسة؟ انت قولي ليه روستي بس كده روستي ايه محروس كده احلى وارجل مش عاجبني روسة ده نبقى محروس اه يا سلام ما عايز اقول ده عايب كده قدام قدام الناس بس ات احنا بروحاتنا ما حاجتش عاجة عندنا زين الامي هي الناس ماشية عمالت كده ازاي انت عايز ما بنمشي ازاي ده صيف يا زينة بالناس عالشاط قللي صيف عايب تقول كده يا محروس انت متديم وتعرف رباني استغفر الله العظيم برضو السطرة حلو انت بتبص على عادي 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 هو ايه اللي عادي ايه المشكلة ما اسفاتك هاي بك اسباح انت راح مورسة بالعباس ده خطوتين من هنا استغفر الله رب وقتوب وقليه هات يا حروة طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكر لله اصلا ربنا كرامني بيك يا محروس والله العظيم ربنا كرامنا ده انا حاس اننا دخلتك جنة انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا خليك امت انا هعملهولك انا عايز اعملك شاي بايدي شاي الحمد والشكر اللي كرام انا 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 وعشان خلسين احكي لك بتحكي لي اي هزينة ما تقتلهش ما نفسكلي هاش انا سبعت بتعملش كده بتتخط. خربيت الكزينة. دي خربيت الكزينة. دي طبعي دي دي. دي عمدتك. خبتتها. تتخطيش حبيبتي متخطيش. تزعليش. حد يربي سحلايا يا زينب. دي حربايا. اهلا وسهلا. شليها بس من قداما انا مش قادر نبصلها. ليه دي غالبانة. لا بتهش ولا بتنش. مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه. اصلي اصلي انا اي حاجة بحلمها بتتحقق. وانا حلمت بيها. بالحربايا. اه. جاتلي في المنام وبتتكلم. قالتلي ايه بقى. لا دي رؤية كده. قالتلي كيه الحربايا يا زينب. قالتلي ان لو صحبتها. ربنا هيبعتلي ايام حلوة ويسعد. فتاني يوم وانا عالكورنيش بفتر. روحت شفتها في افتكارة الحلم. فروحت جايباها وجاي على طول. مم. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقى الدع راجل. وبيت. وعيلة. اديها بس معايا محروس. ربنا يجمل الحلو يحققه. وتفضل معايا طول العمر. بنا ياخدها. بص حلوة. الوانها بتتغير حتى. حلوة ايه بس يا زينب. حلوة ايه يا زينب. بتوشي كده برضه هتتعود عليها. بص. الله. سامي الله. سامي الله. سامي الله. سامي الله. هل هو ده رقم عم جميل. طب معلش. بس للرقم اللي أنا حفظه متلخبط في دماغي. أنا اللي كلمتك مبارح يا سيدي. متأسفة. معلش أنا أسفة. ع السلامة. شوف تجرب رقم. ماذا صوتك؟ إزايك يا عم جميل؟ أنا عسلية وحشتني قوي تليفوني دعوه ما عرفتش هوصلك أحاولت أكلمك كتير عاملة إيه يا عسلية؟ أنا كويس إزايك؟ إنتا كويس؟ كويس الحمد لله لوحدي يا عسلية أعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحمل أنا كنت فاكرك نستيني خلاص عسلية أنا كنت قلتلك مرة ما تجيشت زوريني عشان جوزك ما يزعلش مني بس أنا رجعت في كلامي عسلية رجعت في كلامي وبيقولك تعالي زوريني ولو مرة ولو مرة واحدة حاضر حاضر هاجيلك والله العظيم هاجيلك بس أنا الوحدة لوحدها سري مالكة زينة مالكة زينة مالكة زينة مالكة لا مالك العشوي كده مفيش أنا بس افتكرت أبويا وأم الله يرحم يا ستة تعيش وتفتكر وانا يخليك لي يا رب بقولك ايه تعالي ايه فيه؟ تعالي بس ستة من هنا خشي برجل كليمين سيدة الدوق انت باجلون يا محروس؟ برجل كليمين ماشي ماشي هرطول هنا انفخوا الأبواء أعود انت تسحك ماما ده عينك ماما تتحرك يلا هوي؟ بتاع مين الدهب ده كل مي محروس؟ بتوعنا وانت نا وانت نا وانت بس ده كثير قوي 420 جرام أصلي كانت في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس مش تريبها ومن النهاردة الفلوس دي بتاعتي أنا وانت نا وانت بس كده في ايدك الكريمة الجميلة ايه زيب ده ملوكي ده بداعين اللو طب مفيش هنا اهو انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى زينا لا انا وضيلك لا ما انت عارف ده بتاع المرحمة بولا الله يرحم ماشي ماشي طيب ما شاء الله جميلة الله ما صلى على بي يا لهوي كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسين ان انا حرام يا زينا؟ دول خمسين الف جني اخر قصة بطول عربية ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ خمس ست طقم من غاليين قوي وكم قميس نوم هونمي والخلخيل عليكي انا عايزك منصوطة بس يا زينا ربنا يخلك ليه يا محروس ولا يحرمني من دحكتك الحلوة دي ابدا بقولك ايه؟ انا اروح اشوي لك دينساية ماشي طب والهاريسة الهاريسة نحلي بقى بعد الدينساية بقى طب وبعد الهاريسة ايه دي عايزة كلامي هنقيل شوية اقيل حصرينا عماط بخوزة يا لهو ايه؟ ماهي شاتك ده ايه؟ انا ايه؟ رشي عالبنات دراني وبعت لها عزي حاصل يا عما هنسي يا عما هنسي وطلعك مرة واثنين وعشة شغل منك ده ايه ده مصروفي ولا ايه مرتبك فاللي عامل بي ايه جرية راشد اتفكي لي الحن دماغك شوية لما عوز منك حاجة عطل وطن العبدي للبقى مؤسسة بدفع مرتبات في الشهر لمئة ألف جنيه لمئة للي شغالين معايا حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشاوات يا لعوة يا عمسي ده انت بيك موفية لسه انا يدوب حلقة في السلسلة وعايز اشبك الجنبي بس واحدة واحدة مونو يا عزاق هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما دي؟ غنوة حكيتلي على ليلة الوض راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولا مسودة؟ أو خلاص، الغمة تشالت وإحنا بقينا تمام زي الفل ومعنيناش أي حاجة صح ولا مصطح؟ نرجع بقى، نشوف شغلنا كده ونشوف قتلة عاشتنا أنا مش هرقصتي لأ ما ترقصيش، مين اللي قال ترقصي؟ أنا قلت ترقصي أنت هتبقي نجمة الكبارية ماما، هخليكي نجمة الكبارية أنا فكر ده بقالي تلاتين سنة، بعوني اللاق شفت كل الرقصات وأقدر أفرزهم واحدة واحدة إنما أنت شرباط، دم كفيف، تلونة، بتعرفي ترقصي، بتعرف تعملي كل حاجة آه خلاص، اللي كان راكب على دماغنا أهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيخطفي منهم عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صابي من سوبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب؟ مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ حي أخرق ما تعرفش علي علي دفت هو جدع دم محامي تصدق أنا غلطانا دي روحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حدي يقوله هاعمل إيه بس؟ لده الحاجة؟ ماي الحاجة لسه موجودة يا تنتو، الحاجة لسه موجودة بموت في السمارة بص يا تنتو، عشان إنتي حاببتي، أنا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع أحد خاص أنا هتديكي مرة ونص قدر لطلبتي مش إنتي قلت شهري يا حياتي، هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص، مش هتشتغلي تاني، خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حاببتي انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع رقص تاني لا هترقصي يا تنتو، هترقصي هترقصي يا حبيبتي أنا مش فتح بقالة، أنا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وأنا مالي، ما تنزل من دماغي، أنا عندي حاجات عايز أعملها بس يا حاببتي، أنا أقدر تبعوني الله، أخذك كده هيلة بينا وأشيلك وارزعك في وسط الكبالي، وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس أنا مش هعمل كده، أنا بحب، بحبك قوي كمان أنا هسيبك تاختي راحتك، وتشوري عقلك، وتاختي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان أنا ميت من الجوع حاضر، حياتي هربية، فين؟ مش هرفها هنا جوا، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معها طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيتها، أنا مش فاهم ده إيه طيب وديك تعمل بيها إيه؟ أنا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحقيقة طيب ودي فيها إيه؟ تعرف لو أيد، نحنان بنت عمتي؟ ماذا؟ بيه رب سحارف وتعابين، مش الحرباء اللي بتتلون دي؟ أيوة يا حج هي أنا مالي طيب وفيها إيه؟ انت خايف منها ولا إيه؟ على فاكرة دي ما بتقزيش، دي ولا حاجة خالص طيب بقولك إيه؟ ما تجيب من الآخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين إيه؟ هي البتة فيها عيب لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجة بيت لوزة، بس يعني واخدها جد قوي ما تفهمنا فيه إيه؟ لا لا، أنا فهمت خلاص يا حاج طيب أنا هستأذنكو بس خمسة كده، هوصل لحدها ووجيلكو تاني استني هتقوليها إيه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش، هقولها الكلام طلع منا أنا، يلا عن إذنكو ربنا هجعل باركة على إيدك حاجة إن شاء الله يا أخو يتإذنكو ما يجيبها اللي ستتها حاضر حاضر أهلاً 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 لحاجة الله السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ديها وحدة حمر لحمة وجيل لا 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 تعالي تعال أنا عايزك كده في كلمتين وهنزل على طول أصلي محروص لمنه على وصولك لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية أنا بس عايز أتكلم معاك كلمتين خيري حاجة في إيه؟ هو جوزك بيشتغل إيه؟ السؤال الغريب ده إيه؟ إيه السؤال الغريب ده؟ يا بنت يرد علي وريحيني بيشتغل سواء تاكسي يعني صندوق الدنيا يعني بيورد عليه أشكال ولوان ستات حلوين بنات أمراض هوانم يعني لازم اللي تبقى جوا بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هي إيه؟ مركزة معاه مالك يا بيت؟ متنحة كده ليه؟ انت فهم اللي أنا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجة؟ لا أبداً انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلاً ست وزي الأمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لأ؟ أعرف انت فيان يا وزة؟ معقولة سايباني دا كله تعمل إيه جوه؟ تعالي دا فيه أخبار من أياها هادي قطرين دخلوا في بعضهم موسيقى péت types ويشتر милли ورح أ Common تبع لبا Wellness بس أيها المصدين� التي يعنيه لك تبع لبا توييق lei ثبع النا لا إتطالة تبع لبا يت what يص hash وكث أ년 سيص توقفث العرب م clean بhelp ده الحان ياخوة تصู่كم حالة تبية يا محروس الحان ياخوة الحاني يا محروس الحاني ياخوة حтоящي الخوش وما صباح وقت من طوب الحاني واتب الحاني واتب واتب أيوة يا ساتب قلطف يا رب ربك يلطف يا حاجة ربك يلطف ربك يلطف قلطف بنا يا رب هي ما عندهاش استجابة في كل جسمها وانا ما كدبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي كنت صاب أثناء الوعى يعني ايه؟ هتفضلت كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعملها اشاعة رانين على العمود الفقري بالكامل وما خبش هيتلازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي ويريتكن دلوقتي حالا شكرينا دكتور العفو خلاص شكرينا دكتور اه 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 الاسعاف اه اه الحقنا بقولك حضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحدة ستة تعبانة او يا ابني ودي نفس زن الحق وانا زن الاقرام يا صلاح استنى بس هنقولك دي لازم تتنقل دلوقتي طب الاسعاف قدامة ايه معنا ما تيجي قل لي خلاص طب خلاص يا ابني احنا هنبقلها بمعرفتنا هل تصرف ازاك ابعز اقعد تحت مستنى العربية انا هرتصل بي دلوقتي خليه اطلع ونجيب كورسو نحطها احنا التلاتة ونشيلها خلي زينا بتجاهزها بس بصرح يلا واحد الله خير يلا واحد الله خير خير طف يا رب ايه يا ابعزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا نفس شقة الحاج صلاح يلا ايه اللي يقف الدنيا دينا جاهزي يا ابنتي جاهزي واحد الله ايه اللي صلاح احصلوا بك اعافق يا زينا ايه بقولليك ايه ان سيتهم بفتاح فوق خلي صلاحة خليها معها يا ام صلاح انا عمد لäsident وأنا بيجيب معك مفتاح شقة ان سيتهم حالا زينا بقولليك ايه ماء رقيها كويس للدنيا بل حاضر يا ام صلاح علملك وانت نازل يلا يا إخواني بالرعق العربية ورصة بره ولا لا ما تشيني يا عب عزيز الله يلا واحدة واحدة علميحلكم عليها يلا افتح البيض طب مان يا دكتور ايه الأخبار؟ أشعاتها كلها تماما وعمودة الفخر سليم متهيالة ترجع البيت يا حسين يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلول لو متتكلمش ومتنتقش خالص ارجعها البيت ازاي بالحالة دي يعني؟ امش بيها ازاي في الشارع وده ازاي دي؟ يا فندم اتا اتا ارجوك يا فندم ماينفعش ماينفعش الكلام ده دي تعبانة تعبانة عارف يعني اتعبانة يا دكتور؟ مش معقولة كده حرام عليكم ماليش يا حبيبتي تشده وتعدي وانت ست مؤمنة قولي يا رب قوليها في قلبك حبيبتي يعني ايه تخرج بالمستشفى؟ يعني ايه وهي بالعدد؟ حاولت قولي اي حاجة؟ احبت علي يا حبيب انا مش فهمة منك حاجة قولي يا دكتور اروح بيها ازاي؟ يعني ايه في الحالة دي؟ اللي بتتكلم ولا بتنطف يا فندم احنا ما اصرناش معاها صدقني ارجوك ايه دا؟ يا دكتور المستشفى هتعمل عشان يعالج الناس ماليش جده يعني مش بالطريقة دي؟ معلش يا فندم ايه دا؟ ايه دا ارجوك؟ استغفر الله العظيم يا ربا استغفر الله العظيم يا ربا انا يا حاجة اهدا الدكتور ما قالش حاجة هلط دا بيون ان الحجة الحمدلله قويسة وما اقي اننا لا اسألكالاب القطاع ولا كم انا اسألكjour دكتور فيها استغفر الله très long هم عووز فين كل دا؟ إيه الحسين دا سدي استغفر الله العظيم استغفر الله واهدا واهدا الحقيقة التي انني بالله واهدا الحقيقة هي بالله فاهح حمدلله انا اعامى ب الله يا خون مش عندهم دي اعلي بقى فكرة جوزها قاعد عالقه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ انت انا جايبلك عش توسط ولا انت واخده عالبالي ولا ايه؟ يا اخوارك صباح الرضا يا كبير البشاوات بعد اذن معاليت مزنوئين في مكالمة لأخويا علي معاليتش البركة فيه؟ او مش كلها كده مع جمعته فيها جواز وطلق وحضانة و ايه؟ يعني حوارك كده مش عايزين نشغلك بيها حبيب يا عمو ام ربنا يوسع عليك الاسلام معالي في السلام مع السلام لما يبقى جانب واخليك اتكلميه ما نشوف كولي يا اخويا كولي انت عارف انا كنت هاروح في البكرة كنت هاروح اشوف علي واقوله انك غطفتني واشوف هيعمل فيك ايه؟ انت مش مصدقني يا فتوم بقولي تقلب عطمة نسان و احضرك هنا يعني هو عايز نقعد هنا بنربع حطان اكل واشرب ونام زي المعيز الموضوع ده تقفل ما تقفلش طب حشيشي علي او ايوه يا اخويا ايوه 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 تليفون انسي ايوه انا امراتي علي وعايز اكلمه تشكرها يا أخويا مني يحفظك قالوا يا الله يا الله يا ست الستات أيها علي وحشتين لا بجد وحشتيني قوي قوي تكلميني دلوقتي يا فتون عصيلة ده انت أجدع مرة في الدين دي كلها والله على عظيم وحشت ربنا يا راشد خطفني خطفني ودني عند واحد صحب أنا اللي قلت الراشد يخطفك عارف علي عشان انت ست واطية ومصمتيش العشرة تا قتل الونش عشانك قتل الونش عشانك يا واطية عارف يا يا فتون لو انت قدامي لانا كنت حفومك أنا عارفك وقريك زي كف في ايدي اتعياطي انت بتكلمين عندي قصة اسمعي فتون واكتب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتي ده انا هتبحك اقولك لا لا مش هتبحك ده انا هشرب من دمك اول مخرج من هنا فهمه ماشي يا سيد الرجالة انا هسمع كلامك احفضل قاعدة مع صاحبك وبن عمك دول مش انت عايز كده ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص احفضل اكلمك في التليفون وكل ما اجلمك يهددني بديني يا راشد شكرا يا سيد الرجالة جنونة ايه يا عالم ايه؟ ايه ده بس يا علي طيب اسمع يا راشد الفتون ما تغيبش عن عينك طيب ما تغيبش عن عينك اسمع الكلام طيب ما تغيبش يا سيدي بقولك قدامي هي ومش تتحرك من هنا ما تغيبش وخلاص طيب 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 يا علي طيب يلا سلام مهدا ما يرديش ربنا أنا أفضل قعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما منع عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليك وانت معايا هدعيش برنسيسا هتخرجي وبتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزها طيب ايه رايك في طالع لسكندرية مين دول بتلعو اسكندرية أنا وانت وفتون في مصلحة هنقلصها ناكل أكلة سمك جمدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماج ونرجع هنروح اسكندرية امت دلوقتي هستني بقى يا فتون ولما هي مصلحة إيه اللي هيطلع فتون معان ما انت شايفة زاء أنا هنفسحوك يا فتون هنسي ما تقريني فيه ايه أنا اللي سايق يا راشد بالطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مايلك بس لا تأخذه سنة ولا نوم قاطي له ما في السماوات وما في الأرض من دلذي يشفى عنده إلا بإذنه يعني وبين أيديهما وخلفهما ممكن دعانا ولا هيحطونا بشيء من أينه إلا بمشاء وساعة كورسنا أنا لاجم نتبلاها حد يقر عليها يا رقيها يعني عايزة كده؟ عايزة كده؟ عايزة كده؟ يعني زكوت دي عايزة كده ده ده هيبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله يا صلاة أنا شايف إن احنا نخلص سكة الطب والدول أول ماهما مش ما يعني مش في السكتين يمكن ده ربين يسهل بواحدة فيك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هم أحضر لك شوحة أحضر لها شوية قتل وحولوله عقدة من اللساني أفقا وقولي صلاة الله العظيم والحمد بالله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله لا لا أنا مقدرش أقول إني حبيته بس بس لسه بفكر في الحسن بس بس هو بيحبني آه عيني بتقول كده إيه أنت نمتي وأنا بكلمك بسحي 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 وأنا عيش معاها هنا على طول مش أنت بخصوتي معاها هنا بس بس تفتكروا ما صباحا تخف تفتكروا ما صباحا تخف كنت عيش أنا وأهل في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا المصر تضرب الشغل بقنا عمالين نجري نستخب أي من وشمال مش عارفين نروح بين بتلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم ده بحوم قدام عناية ما بقيتش عارف عامل إيه بسبب أنهم كانوا طلبين فيديا طلبين فلوس وأنا ما كانش معنا فلوس نتفحها بحوش اشتركوا في القناة ورد أحيان قائما ترجمة نانسي قنقر 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 ما ركولتكي ستتفالتالي موسيقى 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 ما هو المكان? زينة 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 مule — هل أنا حصل grassgrass? زينة ملك زينب 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 الله حزن زينب ما بيني أغمى عليه أولني أولني محبش انت واحد كده الزين تعالوا هاد على مهلك زينب حزب الإزاز على مهلك إينا حزن ها؟ مهلك مهلك زينب 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 مهلك مهلك انت ليه بتتنفض كده زينب ممكن عشان بتوخت عشان مكلتش طول اليوم مهلك وما كانتش لي يا زينب مهلك 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 أصدر يا رب يا قاوي يا قادر يا قاهر يا منطقم يا ظاهر انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس العون 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 احضروا وبينوا احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطهرة الزكية انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة والسمع والطاعة يا صاحب اللطف وكرمك علينا يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم دمين ديانتك إيه محشرتك إيه وحدك أيها يعني أيها تعني إيه إيه دي Peng إيه يا لطيف اللطف يعني انت انك اتفينها اجداد قوي وغطبانين عشان واعت على واحد فيهم طب يا هنعمل ايه بقى في المصيبة السودة دي انا عندي اللي صالحنا عليهم بس عبال ما استدقينوا اتفق فيها كم يوم كده غطبانين ايه ووقت على حد انا مش مصدق الكلام ده صلاح ما احنا البني قدمين كده جهلة ما بنصدقش اللي اللي بنشوفه بعنينا طب يا ستي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول ايه المطلوب؟ عايزة بخور بس غالي شوية بخمس تلاف جنيه ليه؟ اقولك عليه واجيبه انت ماشي تجيني فلوس واجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حال كويس قدي لحضراتك دلوقتي تلت تلاف جنيه ولما يكمل المبلغ اكمل هملك الخمسة تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غالية وتمنى بتدفع مؤدم انا لسه ماتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص اي حاجة صلوح هديني دي اروح اجيبك خمس تلاف جنيه انا هاجي معك يا محروس استني انت بص على امرادك ايه يا مصاباح خير ان شاء الله مبارك عليك الجوازة التانية يا عسلية اما صينيك يا كوصر ما توضحنيش خمر بسم الله ود Regional مانشاء الله هي الجوازة ايى يابت تتجوازي واحد انت على زمه التاني ماقاح ستج score Alscott الحسقط بس وقليلي الناس دي دافعو معا فلوس ما انت هذه التاحدي خمس تلاف كنيا عايز ايه تاني الخمس تلاف دول عليك سلفتك اما عليك انت بقى فمعايا انا بخمسة وعشرين الف جنيه يا حبيبتي عليك ايه؟ عليك ايه؟ عليك الفضيحة اللي هعملالك وصد نسائبك الجداد يا عسلية انا هجبلك خمسة وعشرين الف جنيه من ايه؟ من جهنم انا مالي انتوا بستنى عليها اسبوعين بس هتحكي علي بقى ايه كلام عشان نجيبلك المبلغ اسبوع ولما جبتيشي فلوسي يا حبيبة قلبي هقول له جوزك على المستقبلي كله يا عسلية انا اول مرة اعرف اني في الخور بخمس تلاف جنيه انا هم توقف على رجليها للسرق بس عارفة يا زينب السيت اللي اسمها كاوسر دي خطيرة جدة والله شفت عرفت ازاي اللي احنا متجوزين جديد ست عجيبة جد ولا ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي اللي لابسينه امو صباح لا 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 الحكاية بجد السيت دي بتعرف صح ولا ايه مم ممكن مالك يا زينب انت تعمانة انا ممكن اقعد النهاردة منزلش لا لا روح شوف راك ايه قد ربنا سبحانه وتعالى ايه وقل اعماله فسير الله عمالكم ورسوله هو المؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم طيب انا مش هغيب امونا هدفع بس تأمين العربية وتاني جاي انت هتروح لما صباح انا حضر الغداء الاول واروح له طيب محروس خد بلك من نفسك بقى حاضر انا عايزك انت لتغيباتك من نفسك حبيبتي الحمد لله يا رب بزعتني بملكة جمال وعندها اليمانده كله في قلبها طبعا ملي وروح فين رباني خليك اليه اصوزه ويخليك يا محرس اعملك معي عريزة اعم مرحبا نحن مرحبا انتبه ليست؟ نعم شفتي? نسيت المفاتيح. انت اللي بص في عين كينسة نفسه. يالله حبيبتي. سلام عليكم. سلام عليكم. زينر. زوزو. زينر. 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 زينة زينة ساهلوا زينة يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة